لأول مرة وفي حلقة واحدة يكون وزير ونجم تطلاق الحضارات وتنسج الفنون أجمل الحكايات بالتأكيد تستحق الحياة دكتور أحمد هنو وزير صحافة المصري والنجم حسين فهني نجم حسين فهني قليل كانت أمام؟ عادنا في الوزارة كان كلام جدي جداً وعادنا نتكلم على السياسة العامة بعدين فجأة في كده في وسط النقاش كده قلت له من أنت؟ من أنت؟ يا واجه جئيل بيتك ولازم يطلع فوق الضرق هلوذير صحافة المصري فنان تشكيلي مخرج رسومه تحركة؟ معلي رزير نا والله يعني نستعر وإنا كنا بنقض نحوج قبل محرض الكتاب ده في شهر أو شهرين الخمسة جنيه دي تنفع تاخد كم كتاب؟ أي سؤال? سأله افتح المنسيكروبيد ده كان مبلغ خيالي طبعاً فأسين فاهمني كان بيقدر يشتريهم؟ لا لا أنا جمف فلسطيني فلسطيني فأنا من حقي في هذا المهرجان إن أنا الكلام على قضيتي مهرجان القاهرة دي مسؤولية كبيرة جداً التواجد في الوزارة كأني منصق بالنسبة لهم منصق بين المثقفين وبين الحكومة المصرية فلازم بيبقى كل حاجة بالميزان تصادمات أكثر واللي ما تقوليش كلما التسعى للنشاط تبقى التعددية أفضل بكتير والرؤى بتبقى أحسن بكتير جولدين جلوب أومار شريفز أور حضرت الحفلة بي مع عمر الشريف تمر للسنين وتمر الأيام وأخذ أنا الجزة لو أستلمها باسمه هو ده التهام يوجه لك عماتنا المصريين بقدروا يدخلوا تحت الجلد بالثقافة بتاعتهم الفن فنه والفن جميل حسن زعبولة حسن زعبولة ماشيت ماشى حطت الفلة وبيهز المناشر أعلنت إنه المينيا العام القادم هتكون المهرجان ما بيهاش مقصور بس على القاهرة وزارة الثقافة يا بيتكم ده معرجان بيمسل مصر يوسل السين من الوصرية وزارة الثقافة الدعم وسند لكل المبدعين لكل الفنانين تحت شكل كبير قوي كيان ضخم قوي اسمه مصر بالرغم من أي مشاعر حزن العرض لازم أستمر هذه النجومية وإدراك من نوع آخر أكبر من النجومية السينمائية واجب علينا ومج غريب على مصر دكتور أحمد هنو وزير الثقافة المصري والنجم حسين فهني معكم منشزلي الخميس والجمعة العاشرة مساء على أون